ما تعليق فضيلتكم على حديث أسمع وأطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك كثير من أهل العلم أو طلبة العلم يستدلون بهذا الحديث نعم والسمع والطاعة للحاكم الشرعي هذا واجب والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جريم بن عبد الله البجلي قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى النصح لكل مسلم وفي رواية على السمع والطاعة في المنشط والمكرى وعلى أثرة علينا فهذا الحديث وحديث أخرى تدل على وجوب السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين من من يقوم بأمرهم أما من كان خارجا عن الأمر الشرعي بحيث أنه يغير ويبدل دين المسلمين فالعلماء ما ذكروا هذا بل ذكروا خلاف ذلك وهذا مر في التاريخ الإسلامي في جنكيس خان مثلا الذي كان يدعي الإسلام من جهة ويقوم بمبارسات الوثنية التي أخذوها عن المغول وعن أجدادهم من جهة أخرى فالعلماء فتواهم كانت معروفة ونقلها ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية النهاية وفي التفسير أيضا وأيضا ما حدث للفاطميين في مصر فإن العلماء أيضا الفتاوى التي صدرت تجاه حكام الفاطميين كانت أيضا واضحة لأن هؤلاء لا يمثلون الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فإذن السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا هذا في الحاكم الشرعي الشيء الثاني أيضا أن نهاية هذا الحديث فيه نظر لأن هذا الحديث ليس صحيحا عند كثير من العلماء يعني المحققين وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فإنه جلد ظهرك وأخذ مالك هذه تتعارض مع حديث أخرى يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتلت دون ماله فهو شهيد فالإنسان إذا تعدي على ماله فدافع عن ماله حتى قتل في سبيله فهو شهيد في الإسلام فإذا هذا الحديث نهايته ليست صحيحة والعلماء تكلموا في هذه المسألة كثيرا ممكن واحد يقول الحديث الثاني من مات دون عرضه وماله فهو شهيد مقصود به يعني عامة الناس يعني من اعتدى عليه إنه هذا تخصيص الحديث هذا مع التصحيح مع صحة الحديث لكن الحديث هذا ليس صحيحا على إطلاقه يعني هذا الحديث ليس صحيحا وتعارضه يعني أحاديث أخرى ومواقف أخرى متضافرة تدل على أن هذا الحديث لم يكن هذا نهج السلف يعني مثلا حديث ببكر رضي الله عنه أول ما ولي القلافة فخطبته مشهورة نعم سواء في السنان أو في المسانيد والسنن أو في السير نعم أول ما ولي القلافة إني قد وليت عليكم ولست بخيركم إلى أن قال فأعينوني ما أطعت الله فيكم نعم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم وفي رواية فقوموني وكذلك قال عمر رضي الله عنه فدل ذلك على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهمون من السمع والطاعة في المعروف وفيما يعني يشرع لا فيما لا يشرع بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف نعم وحديث الرجل الذي يعني الأمير الذي طلب من أتباعه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أميرا على سرية نعم فقال لهم اجمعوا حطبا غضب منهم فقال اجمعوا حطبا فجمعوا حطبا فقال أوقدوا نارا فأوقدوا نارا فقالوا قعوا فيها ادخلوا في النار دي نعم فقالوا إنما آمنا برسول الله واتبعناه فرارا من النار أفنقعوا فيها نعم فخالفوه ما طاعوه نعم فلما جاء ذاو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلتم فيها ما خرجتم منها إنما الطاعة في المعروف فإذا مش كل أمر يأمر به الحاكم من المظالم أو مما لا يجوز أو مما لا يحل في الشرع نقول نحن هذه الطاعة نطيعه في كل شيء الطاعة الحاكم مقيدة في أوامره بطاعة الله ورسوله ولذلك طاعة الحاكم لم ترد استقلالا وإنما تبعا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم لأن أصلا طاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم